السلام عليكم المحيط بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية طوال تقدمك في اللعبة بتكون تلعب بشخصية كانور اللي يشارك في حزم بوستن الشاي مذبحة بوستن وبول ريفر والتوقيع على إعلان الاستقلال شارلك هومز فيرزز جاك ته ريبر ممكن كثير مننا سمع بالقاتل المجنون جاك ته ريبر واللي قتل العديد من النساء في مدينة لندن وكان فترته من 1888 إلى 1891 يعني ثلاثة سنين وكان عدد اللي قتلهم هم خمسة هذول لبس المسجلين غير اللي ما لقوا جثثهم أو مخطفين ولكن الشيء المحير أنه إلى الآن تبقى هوية جاك ته ريبر مجهولة ولا أحد مننا يعرف مين هو بالضبط وفي اللعبة تلعب بشخصية شارلك هومز وتحاول أنك تحل جرائم جاك ته ريبر وتحاول تعرف هويته لعبة The Sabotage لعبة أخرى تقوم على الأحداث الفعلية للحرب العالمية الثانية وبالتحديد في فرنسا اللي كانت محتلة من قبل ألمانيا تلعب بشخصية شون ديفلين وهو مكانيكي متصابق إيرلندي واللي يساعد المقاومة للتخريب على الناتزين تمت تجنيد شون في وقت لاحق من قبل الشركات المملوكة للدولة بريطانية وعاد إلى فرنسا كجاسوس ولكن للأسف انتهت حياة هذا البطل للموت لبلده بانيانت هارتز خلونا نرجع لأحداث الحرب العالمية الأولى كانت الحرب العظمى ابتدت من عام 1914 عندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا وفرنسا بدت ترحيل مواطنين الألمان وتكون تلعب بأربع أبطال وهم فرنسا يدعى ميل وصهر الألماني كارل وجندي أمريكي يدعى فريدي ومرضة بلجيكية اسمه آنا ويستند العديد من الحسابات على قصص حقيقية من الحرب وجميع المعارك الممثلة في اللعبة هي صراعات حقيقية اللعبة حتى تتميز من العديد من الحسابات الموسوعية من الحرب وإيضا صور من الحرب الفعلية أجمل ما في اللعبة هي عادة لاس انجلس كما وظهرت في عام 1950 باستخدام صور الفعلية ومستندات تخطيط المدينة من العصر القصة دور حول المخبر كول فليبس هو أحد المحاربين في الحرب العالمية الثانية يعود للوطن ويحل سلسلة من الجرائم على أساس عنوين الأخبار الفعلية بما في ذلك جريمة قتلة الدالية السوداء بطبيعة الحال هي من أحد الجرائم التي لا تزال بدون حل وكذا نوصل لنهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وإذا أعجبكم لا تنسوا الانضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم إمراني حازمي ونشوفكم على الف خير ومع السلامة